اشتركوا في القناة هذه تقوم ببناء الفورم من خلال إنشاء ViewModel هذا ViewModel يحتوي على معطيات متعلقة بالكتاب والمؤلف ليتم عرضها عند إضافة كتاب جديد لأنه كما نعلم لإضافة كتاب جديد نحتاج إلى إضافة مؤلفه لذلك نحتاج إلى إنشاء Book Other ViewModel لأن Book Model ليس كافيا وهذا هو الأساس من ViewModel بحيث نستعملها حينما تكون الموديل الأساسية عاجزة عن عرض جميع البيانات التي نحتاجها فنقوم بإنشاء ViewModel بغرض تعويض هذا النقص ثم الأكشن الثانية تستقبل الموديل القادم في البوست حينما نعمل HTTP Post يعني حينما نعمل Submit للفورم ونقوم بإرسل البيانات نقوم باستقبالها هنا ثم لذلك نقوم بإنشاء Other نبحث عنه ثم نضيف الكتاب بمؤلفه الذي نبحث عنه من خلال Other ID القادم لدينا في ViewModel ثم لذلك نضيف الكتاب إلى ال List من خلال Book Repository Object الذي أنشأناه وعملنا إنجاكت له عبر الـ Constructor هنا هذا هو Book Repository في هذه الحصة إن شاء الله سوف نتعرف على عملية التعديل عملية التعديل مثلها مثل عملية Create نحتاج إلى عرض الفورم للتعديل ثم نحتاج إلى إرسال الفورم الجديد الذي يحتوي على البيانات المعدلة الفورم الأول سنحتاج فيه إلى هذه الأكشن التي تعمل في وضع ال Get والتي تستقبل ID يعني الآن سنحتاج إلى البحث عن الكتاب المراد تعديله ثم نقوم بعرض معطياته وطبعا سنحتاج إلى عرض معطيات الكتاب بالإضافة إلى قائمة منستدلة Select List أو Drop Down List تحتوي على عناصر المؤلفين من أجل أن نسمح للمستخدم باختيار مؤلف جديد في عملية التعديل مثلا الكتاب ألف قام بتأليفه المؤلف بأ نريد أن نغير المؤلف إلى المؤلف جيم أو إلى أي مؤلف آخر فنحتاج إلى عرض المؤلفين على شكل Drop Down List بنفس الكفية الموجودة في ال Create تمام يعني هنا أحبتي في الله في ال Edit Action التي تعمل في وضع ال Get سنبحث عن الكتاب سنقول له VAR Book يسوي ماذا؟ يسوي BookRepository.Find ونبحث عن الكتاب من خلال معرفه الآن هذا ال Object المسمى Book سيحتوي على المعطيات المتعلقة بالكتاب فقط يعني سيحتوي على Title و Description المعطيات المتعلقة بالكتاب لا يحتوي على Others على قائمة المؤلفين لذلك سنحتاج إلى إنشاء ViewModel ViewModel يسوي NewBookOtherViewModel ثم نقوم بإعطائه البيانات هنا بالنسبة لل ID الخاص بهذا ViewModel يعني BookID سيسوي ماذا؟ سيسوي الكتاب الذي عثرنا عليه يعني Book.ID لنقوم بعرض يعني معرف الكتاب في صفحة التعديل ثم Title سيسوي ماذا؟ سيسوي Book.Title يمكننا أن نستعمل Area Mapping لكن حاليا ما يزل الوقت مبكرا ولا نريد تعقيد الأمور لذلك سنكتب الأمور هكذا يدويا Book.Description ثم ماذا لدينا أيضا؟ المؤلف Other ID يسوي ماذا؟ يسوي Book.Other.ID يعني عبارة عن Navigation Property ثم في الختام Others المؤلفون سيسوي ماذا؟ يسوي OtherRepository.Get All أو .List تعفوا تماما بهذه الكتابة أحبتي في له وهنا .ToList بهذه الكتاب نكون قد أنشأنا قد وجدنا الكتاب ثم عبأنا ViewModel بالمعطيات التي نريد عرضها في الفورم يعني حينما نبحث عن كتاب معين بغرض تعديله سيتم عرض الفورم بمعطيات الكتاب بالإضافة إلى قائمة المؤلفين يعني الفورم الآن صار عندنا جاهزا يكفي فقط أن نقوم بإرجاعه يعني في View سنرجع على ViewModel الذي يحتوي على البيانات التي سنحتاجها الآن سنأتي ونعمل Right Click على Edit ونقوم له Add View ثم في Template نختار Edit لكن في Model Class ماذا سنختار؟ سنختار Book Other ViewModel لأن البيانات المرجعة أحبتي في له هي ViewModel البوك لا يكفي لذلك ViewModel هو الذي يناسب هذه الـ Edit ثم نعمل Add لإضافة الصفحة تم إنشاء الفورم بنجاح يمكننا أن نستعرض أحبتي في له لكن قبل ذلك تعالوا بنا نشرح الفورم الفورم هذا هو تم إنشاؤه من خلال آلية Tag Helper هنا الـ ISP Action يعني حينما نعمل صعب مثل الفورم سيتم استدعاء الـ Edit التي تعمل في الـ Post يعني الـ Edit الثانية التي لم نصل إليها بعد ثم الفورم هنا Validation Summary و ISP Validation 4 هذه سنتعرف عليه إن شاء الله في الـ Validation حينما نصل إلى الـ Model Validation لكن باختصار هنا يتم إنشاء الأدوات اللازمة هنا Input عبارة عن Input Text خاصة بالـ Book ID يتم عمل ماب ربط لها بالـ Book ID القادم في ViewModel هنا Label يعني عبارة عن Label خاصة بهذا Book ID ثم نفس الكلام بالنسبة للـ Title و Description وهنا أحبت في اللعن عندنا Other ID يعني هنا يتم عمل Bind له لا نريد أن نعرض Input نريد أن نعرض List كما هو في Create كما هو الحال في Create لذلك سنأتي إلى الـ Create ونقوم بنسخ هذه الـ Div كاملة نعملها Ctrl-C ثم نعود إلى Edit ونستبدل هذه الـ Div بالجديدة Ctrl-V ليتم إنشاء الـ List ويتم عرض Others على هيئة Dropdown List طبعاً هنا أحبت في اللعنة Is Before Other ID ليتم ربط الـ Select بالـ Label عندما نضغط على الـ Label يتم تعديد الـ Select الـ Label المعروف في الإشتاء وهنا Select أحبت في اللعنة يتم ربطها Is Before Other ID يعني يتم ربطها مع الـ Other ID لماذا نقوم بربطها بالـ Other ID؟ لسبب واحد أحبت فيه هو سبب مهم جداً يعني حينما نقوم بتعديل كتاب معين ينبغي أن نعرض مؤلفه في الـ List يعني لو كان هذا المؤلف يوجد في آخر الـ List ينبغي أن يظهر محدداً يعني Selected لذلك نقوم بربط الـ Other ID يعني هنا أحبت في اللعنة لو قمنا بإزالة هذا السطر فسيتم دائماً عرض الـ Other الأول في كافة الكتب تعالوا بنا نعمل Ctrl-C لنرجع هذا السطر تعليقاً ثم نعمل Ctrl-F5 لنستعرض الخطأ الذي سيحدث وأعتقد الكتب عندنا لا يوجد لديها مؤلفين لا يوجد لديها مؤلفين نتأكد من الـ Repository قبل أن يتم التنفيذ نأتي إلى الـ Models ثم Repository Book Repository نعم لا يوجد لديها مؤلفين وبالتالي لن يحصل مشكل ننتقل إلى الـ Book ثم نعمل Edit لاحظوا لم يحصل مشكل لأن الـ Book لا يحتوي على مؤلف أصلاً لاحظوا فون لين فارغ لأنه لا يحتوي على مؤلف لعملت له Edit فتلقائياً يختار العنصر الأول من الـ List يعني هو خالد السعداني ممتاز يعني الفورم الخاص بالـ Edit شغال جميل لكن مثلاً لو مثلاً هذا الكتاب الأول سيحدث خطأ هذه المرة لو عملت Edit تمام نقول Unhandled exception occurred while processing the request ما هي هذه الـ Exception هي Non Reference Exception طبعاً هذا الـ Error معروف سببه سببه هو أن هذا الكتاب لدي قمنا بتحديده لا يحتوي أصلاً على Other ونحن نريد أن نريد الـ Id الخاص بهذا الـ Other فبالتالي حدث خطأ لذلك أحبتي في الله سنأتي هنا وننشئ فريبا نسميه Other Id ومن خلال استعمال Alternary Operator أو الرابط الثلاثي Conditional Operator سنقوم بإسناد قيمة لهذا الـ Other Id حتى لا يحدث خطأ سنقول له إن كان الـ الـ Book الذي أعطرنا عليه .other إن كان Null يعني غير موجود فبالتالي Book .other نعطيه .id نعطيه مثلاً القيمة 0 تمام Else إن لم يكن Null نقوم بإرجاع القيمة الخاصة وهي Book .other .id تمام هذا الكلام يمكن أن نكتبه على طريقة الـ If لكن هكذا مختصر معناها باختصار إن كان الـ Book.other Null بمعنى هذا الكتاب الذي عثرنا عليه لا يحتوي على مؤلف سنقوم بإعطاء القيمة 0 للـ Id حتى لا تحدث exception بالتالي .other .id ستصير قيمته هي 0 أما إن لم يكن Null بمعنى أن هذا الكتاب يحتوي على مؤلف سنقوم بإرجاع المؤلف وهنا في .other .id سنسند هذا .other .id سنقوم بإرجاع المؤلف . 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 دрист . . . . حتى تصير يعني تؤشر الى object من هذا الكلاص من الكلاص اضر ونفس الكلام مع باقي العناصر وبالتالي لم تحصل exception ان شاء الله هذه المرة اعمل save ثم اتي واعمل control F5 ثم edit هذه المرة تمام لم تحصل exception لانه بالفعل صارت تؤشر الى اضر معين edit هنا ايضا نفس الكلام لكن كما تلاحظون دائما يعطي المؤلف الاول سأتي مثلا الى الكتاب سيشار بروغرامين واعطي الايدي اثنان يعني المؤلف اثنان new other هنا سأعطيه الايدي اعطي الايدي فقط يستوي اثنان افضل ان اعود الى السطر تبقى الامور متعلقة ببعضها البعض وهنا ارجع control key d تمام يعني هنا الكتاب الاول مؤلفه هو الذي يحمل هو المؤلف الذي يحمل المعرف اثنان لهو في ال other repository هو حميد مقبول فبالتالي حينما احدد هذا الكتاب سيشار بروغرامين ينبغي ان يظهر لمؤلفه هو حميد مقبول اعمل save ثم اتي واعمل تحديث edit جميل جلب لي حميد مقبول يعني بالفعل ال book او ال other id تم تمريره بنجاح هنا احبتي في الباقي فقط ان نعرض الاسم الخاص بهذا المؤلف من خلال ال id الخاص به لكن حاليا نحن هنا نشغل ال edit فال edit شغاله هنا لا يوجد ظرفة بالتالي يعطي القيمة الاولى لكن هنا لانه يحتوي على المؤلف رقم اثنان فقام بعرضه بالفعل لو غيرناه الى اي رقم اخر سيقوم بعرضه يعني ان ال form او edit التي تقوم بانشاء الفورم وتقوم بتمرير البيانات من ال index الى edit شغال بنجاح بقية نقطة واحدة احبتي في الله هي ال edit الذي يعمل في ال post حينما نرسل هذا الفورم ينبغى ان يتم تعديل معطيات هذا ال other وتخزين المعطيات الجديدة بدل المعطيات القديمة وسنتعرف ايضا ان شاء الله على كيفية عرض عنصر افتراضي مثلا نريد ان نعطي قيمة فارغة في اول هاتية drop down list او نعطي مثلا اختر اسم المؤلف وما الى ذلك هذه العملية ان شاء الله سوف نتعرف عليها ايضا في درس لاحق نكتفي بهذا القدر خلال هذه الحصة ونلتقي في الحصة المقبلة بحول الله ادعو لكم جميعا بالتوفيق والسداد ودام لكم البشر والفرح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته